أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات بتكلفة تقديرية تصل إلى 150 مليار جنيه سنويا مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارا من شهر أبريل المقبل جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي عقب اجتماع الحكومة بمقر العاصمة الإدارية مع كبار شركات الاستثمار العاملة في مصر ناقش مجلس الوزراء كل القوانين اللي حتم من خلالها تفعيل هذه الحزمة الكبيرة جدا اللي أطلقها فقامة الرئيس فيما يخص طبعا التعجيل بزيادة المرتبات والعلاوات وتبدأ من 1 أربعة أو 1 إبريل الشهر القادم وأيضا أن يكون هذه الحزمة بقيمة ألف جنيه لكل طبعا واحد من العاملين في الدولة بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة التي تبقى 3500 والدرجة الثالثة 5000 الحد الأدنى لحاميل الماجستير والدكتوراه زيادة المعاشات ب15% برضو بدءا من 1 أربعة زيادة قيمة القيمة المالية لتكافل وكرامة أيضا بنسبة 25% فالحقيقة يمكن إحنا كان طول الفترة لأن إحنا كنا بنناقش بالتفصيل القوانين والقرارات الخاصة بتفعيل هذه الحزمة إن شاء الله وأنا يمكن عايز أقول بس أن هذه الحزمة حدي لحضراتكم الأرقام أن إحنا كلفة هذه الحزمة على الدولة حتبقى في السنة 150 مليار جنيه شكرا